وانسح في ايه كمان ان لو كان في عندي جيد دفاكت بتاع دي ممكن تغطيها دي والدليل على كده دولان بسفورك اللي عندنا في العين اليمين مغطيها العين اللي هي الايه الشمال من جير ما نحس الحاجة تمام؟ الحاجة التالتة ان الباينوكولافيشن بيجيني حاجة ما هيش موجودة في العين الواحدة بس اللي هو حكاية الدفت الفرساشة انا اقدر اتحدث ان الباين هو كويس بالعينتين مع بعض ولو تسميه استيريوكسس او دفت برساشة يبقى العينتين انهم يشتغلوا مع بعض احسن من ان عين واحدة ايه تشتغل الفيشوال اكيوتي اللي الاثنين مع بعض زي كل عين لو كانت انهية العين الاحسن بمعنى ايه يعني ان الاثنين ما يتجمعوش لو كانت دي ستة اتنشر ودي ستة اتنشر يبقى نص ونص المفروض يبقى واحدة انا بقول لكم تماني ان بالنسبة لعينتين والفيشوال اكيوتي وبالنسبة للفيشوال ما تتجمعش واحد وواحد يبقوا ايه واحد نص ونص هم برضو ايه نص ما يلزلش قوة الافصار او يبقى نص ونص اواحد لا مش ممكن تمام ولكن بالرغم ما تده البينوكولoriciyon احسن عشان بيبديني لفس مش موجود كل عين واحدة تمام? اذا كان الحال بالشكل ده. يبقى البرين عليه انه يحرص على البينوكولي. وعشان يحرص على البينوكولي لازم يجيب الصورة على الماكلة بتاعت العين المين والصورة على الماكلة بتاعت العين الشمال عشان يخديهم على ويعملوا يعملوا فى النقطة الأولانية المهمة اللى انا عاوز اقولها فى المقدمة النقطة الثانية اللى انا عاوز اقولها فى المقدمة ان لو قب عنده ولدين ألقوا بك والولدين دول كويسين تبصت رأى الولدين دول بيذكروا كويس وعملوا الواجب اللى عليهم كويس سواء كان ابوهم سوبربايز انجام هل هو ما هوش سوبربايز انجام هم قاعدين وبيذكروا ويعملوا ده من بتاعه فى ايه لو هو نام او هو واتى وشه كده او حاجة زى كده تبصت رأى برضو عملين يعملوا الواجب اللى عليهم هم معدولين سواء في سوبربايز ان او ما بيش سوبربايز انجام احيانا ببكى ابو عند ولدين مهماش ايه بيعملوا كده اما يبقى قاعد لهم كده يبقى الولدين معدولين يدوب يواجمشوا كده ده ينبطل ده يغرز ده يعمل ده بشكل ده يبصنهم تبصت ايه ام ايه العدد عمل كده او تبصت رأى انهم ايه رجعوا للوضع هل ما هوه ده يقابلنا بالنسبة للعنتين لايه ان ربنا احيانا متى الواحد العنتين بتوعه معدولين سواء ام كان البرين واخد باله او البرين مش واخد باله احيانا بيبقى في قابلية للانحراف عند العنتين يعلها البرين عشان يحصل على بينوكولر بيته يبقى ده الوضع اللي هوه ما هواش سليم زي الوضع الاولاني زي حكاية الابل اللي هوه عنده وادين شوقاي ما هماش يعني ما هماش معدولين الا عن طريق الايه السوبارجين اما نجي نبص للعنتين نلاقي ان البرين لو كانت الانتين معدولين سواء ان كان البرين واخد باله او ما هواش واخد باله بنسمى الكونتشن دي هيا دي الكونتشن النورمال بنسميها أورتوفول اما لو العنتين متعدلوش الا في وجود السوبارجين بتاع البرين عشان يحصل على انترست افضي بيوكولر فيجن واذا البرين نعس او الواحد ما اخدش باله او سالح او حاجة او حاجة اللي هده تبصت لها العيندي راحت كده والعيندي راحت كده او العيندي طلع تبقه وعيندي نزلت تحت او او الاخره دوت الابنورمال او الابنورمال دي بيحصل له الابنورمال دي بيحصل له هو ده اللي احنا بسميه هتروكور ايه هو ممكن ان احنا نقول انها ببساطة اليه قابلية لان الحراح بيعدلها البريد انترست او بينكلاباشن يبقى هذا الديفنيشا اللي احنا نتكلم عليه بالاول اللي هو قابلية لان الحراح يعني تنسي فور ميسالي من Beysi بناس بيسموها تم تنسي فور ميساليمنت ميساليمنت يعني ديفيشن او الحراح تنسي فور ميساليمنت او ديفيشن طب ليه? ليه عشان احسن من طب ايه السبب? السبب هنلاقي ان فيه ايه ان فيه جنرال فاتيج يعني واحد يكون تعبان عموما ومنتال فاتيج يعني واحد يكون مكدول ذهنية واوكد الفاتيج يعني واحد عينه تعبات من يعني كثرة الشغل فلو كان فيه جنرال فاتيج او منتال فاتيج او اوكد الفاتيج اه? ده هيساعد في وجود اللي جايق. يا لحباطة الاناتونة. يا لحباطة الفيزيونيش. اللحباطة في الاناتونة يكون شافناها ايه؟ لو كانت عيني لو كان واحد في الشهر ده وهنده عين وكدة وعين وكدة ومنافيره وكدههه غيرو ما كانت اواشد كدههه. منافيره كدهه وعينه كدههه وعينه كدهه. اما نشوف كده منلاقي الانتر في فيللغت دي persuaded ism دي واجعة. الانتر في المصادح دي الق organ عوز البرين عشان يعمل in entrepillar distance دي الصل الوسعة عاوز suggests葵 ettلي هم قريبين من بعض عاوز يعدينهم عشان سقط لهم نحو مشكلة ك Building في قابلية من تقرoir في الحالة من ناحية البhaus عشان يحصل进م vergence هنا ام és given pelo nome اللي احنا قلنا ان هو حريص عليه lafραgu в wake اللوانتين دول لحية السرن . يبقى للانتين دول ويقرب للانتين دول عشان حكاية اللوانتين دول لنا قلنا عليها بمقدمة فرينات سيحرص عليها بكل حفص عشان الانتين يوبي طبيعي . اما يثنين تبقى اولي عبن ساميها اما يثنين تبقى ديائها بنسميها نارو . النخبطة بالاناتمية. احيانا المسألة الاخبطة في الاناتمية خالط. الشكل طبيعي. ولا في العنتين بقال عن بعض ولا هم قريبين من بعض. واناك انت على ارس. احنا ما بعمل بنموض على ماتر وبعمل بما يوازي واحد ديكري. لو انا بصيت على بعد خمسين سنتين بعمل بما يوازي اثنين ديكري. لو بصيت على بعد عكرة سنتين بعمل بما يوازي عشر ديكري. كل يصاحبه مساوى لهم المقدار. اما واحد يكون عنده هايفر متروفيا. اشتغص اللي عنده هايفر متروفيا. عشان يجوب بعيد. عاود اكوميديشن اكتر من اشتغص النوربل. والاكوميديشن الاكتر هيبعه كومبرجنس اكتر. واحنا قلنا في الكونقونة. لو العنتين لسه مرتبطوش مع بعض العنت اخوانة. وعلى طول يجي كومبرجنس. ولكن لو كانوا هايفر متروفيا معقولة. والبراين قدر يعدل العنتين. فحيبقى فيه عندنا العنتين عندهم قابلية انحراف للداخل. ولكن البراين انزا انتر استوبان نوكولر بيجن هيقدنهم على حسابه. وتبص طريق البراين يحمل مجبول. يشد الميديا ركتس شوية. ويرخ ركتس اكتر. ويشد دي اكتر ويشد دي اكتر انزا انتر استوبان نوكولر بيجن. كل ده على حساب البرين. ويعدل العنتين. ولكن اما البرين يعس. او الشخص ما ياخدش باله. او يجهد او او الاهره. او يقوله وقدر فاتيك. او منت الفاتيك او جنة الفاتيك. تبص طريق الحوال ذا يباني. ولكن ما فيش الكلام ده تبص طريق معدولة. انزا انتر استوبانوكولر بيجن. كيف قال هايفر متروفيا يجيلوا قابلين احراف للداخل ولا لذكارك. يجيلوا يجيلوا قابلين احراف للداخل اللي احنا نسميها ويجيلوا. ده تبص طريق. ثم يجيلوا اين? يبقى انا نعنزلها بالنسبة للاتيولوجي. هنقول ان النسبة لدي hone in photographers. وهنا نسمي على فيجيل자는 ك columي فيجيل نصل. وесть yarn. المعكوم مستحدد يعني بيجيل انتر عدنا لنخفض hadeس لذكارك. بعد ان أحياناً يبقى تلك الأخباط التنفسيولوجي النقص الذي أنه تلك الأخباط التنفسيولوجي أو إيه اللي هي وإيه اللي هي المفروض إنه كل يصاحبه ونساوي اللي هو في المختار فإذا كان فيه هيبرمتروبيا سيبقى تلك وإذا كان فيه اللي هيبقى تلك حتكون النتيجة إنه فيه قابلين حلوق داعي في حالة في قابلين احراف لالت في حالة المياه. اما بنحدث الاتيولجي وننتقل للنقطة اللي بعدها. العين هتروح لبين. يا الجو. يا البر. يا الفوق. يا التحت. جوه سميناه ايدو. بره سميناه اكسو. لفوق سميناه هايبر. تحت سميناه هايبر. في انضاف عليهم حاجة تانية. ان العين ممكن تلف كده. يبقى اسمها سايكو. كل دول تحت عنوات اسمه فا يبقى ايزو فا. سايكلفوري. سايكلفوري. لو الساعة اشرت بتاعت القرانية لفست لذاخن يسمى هايني سايكلفوري وسايكلفوري. اكس يعني البار بارض. لبقى عندنا الوقتي دول الانواع بتاعت الوتى الزيتروفوري. اما نجري الكلينيكا فيكشا. نلاقي ان الكلينيكا فيكشا عبارة عن ثلاثة جروفة في سنة. تعال نشوف كده. تلاقي الشخص اللي عنده هتروفوريا. تلاقي ان هو باستمرار عنده في العين. وبين في ازنافر. نرجع تاني للمسل الاولان اللي انا قلتك في المقدمة. ان الاب اللي عنده ولدين كويسين. هو مستريح وهم مستريحين. لكن الاب اللي عنده ولدين شو اي هو تعبان وهم تعبانين. يعني هو تعبان عشان لازم يحصه. وهم تعبانين عشان هو كويت. كذلك البرين هنا. اما يكون العنتين معدولين اساسا فالبرين يبقى مستريح والعنتين يبقى مستريح. اما لو كان فيه قابلين الحراف يمين ولا أشمال ولا فوق ولا تحت ولا إيكسيكولفوريا يبقى تعدان عشان هو خول الوقت عاوز عمالي احدى الانتين فيحصل فين في العين. الفن اللي في العين بنسميه الثينوبيا. الثينوبيا ديت ممكن يكون سببها اكوميديشن. زي ما احنا قلنا في الايبرمترويا والاستيوماتيزن. لكن هنا سببها مش الاكوميديشن. هنا سببها حين استبيلتي ارزا مصر. فتكون نتيجة دي بالسميه مصخولة الثينوبيا. الثينوبيا يعني فين في العين. ده مش بس كده. ده فين في العين وبين في الدماغ. فين في العين هو الثينوبيا. وبين في الدماغ اللي هو هدك. مع الثينوبيا دي يحس في فين. اه احيانا في ليفر استاذني. احنا حاجات كبيرة تحصل من ايه? من الحكاية بتاعت المسكولر الثينوبيا. ويجي لي واحد يقول النظارة بتاعتي مش مريحة. ليس النظارة? نلاقي ان النظارة ده ما احنا عملنا كويسة. نقعد نشوف النظر بتاعه نلاقي ان هو بيدي ستة ستة ويشوف بيدي ستة ستة. نشوف النظارة الراجل بتاع النظارة تعملها. هي سليمة ولا لا. نلاقي ان الراجل بتاع النظارات عامل من النظارة كويسة. بالرغم كده مش مريحة. نجي ناشيف عليه. نلاقي ان عنده ايه? ان هي الشغلاء اللي احنا متكلم عليها دي ده هي الهيتروكوريا. ان هو عنده هيتروكوريا وده مش تصلحة ده معها احيانا مضطرل ان انا اعمل حالة زي ما احنا هنيجي نتكلم اه بعدين على التصحيح بتاعها. فيبقى ناخد بيانا ان الهيتروكوريا دي بيبقى السبب بتاعها اه يعني اصلي ان التصحيح بتاعها مهم عشان الشخص اه يعني ممكن يشتجل من والاكريميشن وفوتوكوبيا وبليفروسباز وتيجي تشوف النظارة تلاقي ان النظارة مش هي السبب بتاع الموضوع. نرجع تاني للكلام فيبقى الكلام او اللي احنا نسميها مصر ببقى تنوكي. ده من كده وبس. ده تيجي تنص للعندين تلاقي الشخص ده وهو قاعد كده. هم? سرحان. مستني مثلا المانتو لغاية اما تجيب له الافلة او حاجة ده كده. ودي محمود. انت عليك محويل لها. يقول لها نعم. اول ما يقول لها نعم عينة بتاعدي. لكن هو قاعد سرحان كده اهو عينة منحاربة كده. ليه بقى? البرين وهو سرحان ما يجبقاش عادل العنتين. فالقابلين احراف تباني. وازال يقول شوية يقول يا دكتور. يا دكتور. خد باني. خد باني. عشان القابلين احرافت كده. اللي تبصت لها يعين راحت كده. او راحت كده. او ترهد لفوق. انتوا عارفين ان انا ببص كويس و بشوف كويس. فايه? فتبصت لها ان قابلين احرافت بتاع تلعين بجدامه. فدا معناها ان الشخص ما قواش ايه? مركز مية في المية. فالشخص اللي هو مش مركز مية في المية ان اندهله تاني. فتبصت لها يعين تفعيد. تفعيد لليه? انترست او باني. دو الحرب ان دي. عشان ما بقاش بي انترست. ما بقاش بي بانيكو لاربيجن. فلا ما بقاش بي بانيكو لاربيجن. البرين يعدد ايه? خلاص تبصت لقيا القابلين احرافت باني على كون. وتبصت لقيا الحاول اللي كان ليتن او اللي هو ما هواش ظاهر. يبقى ايه? منت. وبعدين امباري احنا كنت بتدرس نفس هذا الموضوع. فكلية الطب عندنا في الاصر العيني وضيبت الجهاز اللي احنا بنكشب به. كلكوا اكوا كده? كل واحد يمسك الجهاز ويقول لي هو عنده خم درجة من اللي تنفيشن. كلهم عندهم. لاتنفيشن. مش في الاصر عشان هما في الاصر العيني. لا لا كنت. يعني انتو كذلك فرضو يعني انتم مش مختلفين عنه. فلو احنا جبنا الجهاز دوت. هيطلع انه عنده معظمكو. وهذه الدجري تعتبر في حدود محول ومش حاجة. ما بتسببش سيمتومس ولا حاجة. فبنزدها. اما لو زادت وعملت سيمتومس. كرا كوايس. فحنتكلم عليها على انها دي كومبنسيت. وبالتالي لازم تحتاج الالاج اللي احنا حنقوله. يبقى او حاجة بتقابلني. انه هو المصولة بقى السينوفيا. اللي هي بتعمل في العين. تعال الجروب التاني اللي هو العنتين مع بعض. اللي تنت يقلب بايه? بمانتز. طب تعال كمان. ده العنتين مع بعض تعال بص. واحد عمال بيقرى 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 وبعد شوية يتعب. اما يتعب البرين يروح سايب العنتين. فتبص تلاقي السطور دخلت في بعضها او خلدت مع بعضها. بنسمي دي رانينج جوزاليتا رزي تجادل. ان السطور تخرج في بعضها او تخرج من بعضها. بنسمي دي رانينج جوزاليتا رزي تجادل. وده هي تنوع من انواع اللي بتحصل لو العنتين الصور مجادش على صحيح كده? مش كده وبس. اه ده جروب التالف بتاع السيمتم احيانا الشخص نفسه ما يقدرش يحدد الدرس كويس. درس برسابشن. وده هو مرتبط احيانا بتاع البود ككل. تقول له مسلا يعني ان فيه طيارتين دي بتاع ايبنا ودي بتاع العدل. اضرب على الطيارة بتاع الدرس. العدل فمياخدش باله طبعا هو ما بيحددش الدرس. او ده مهمة في الطيارين. لو هو نازل بالطيارة تبصت له انت نازل بالطيارة ده وانت جربت الحكاية دي. في واحد تبصت له خابط الطيارة كده يبطها. فتبصت له ان دوت ممكن يعمل ازعاد كدير. ليه بقى? وهو ناتجة هيقلوا ان ايه? الارض ايه بعيدة. فينزل محترس. وبعدين ما توصلش. فيروح سايب نفسه. او العكس صحيح. يعني طالما هو ما بيحددش الدرس كويس. فتبصت له ان العجل يفت من يقبل المعات او اخبر. يعني يعني مزبوط. في ناس تبصت له محاربين. هتبصت له نازل لجميل جدا. ما فيش حاجة. اكل ما فيش يعني حاجة جدا. وفي ناس التانية عندهم هيدروفوريا. فتبصت له هيدروفوريا او الليتا بسويتا اللي احنا نتكلم عليه. تبصت له يحصل منه الحكاية دي. فنأخذ بالنا من الحكاية دي دي بالتسميع. يبقى فيه عندنا ثلاثة مروسة بسويتا. يعني لو بتفتقد ببعضهم. انتلاقوا ان الاولانية فيها ثلاثة. يا جينرال يا منتل يا أوفيلر ايه فكيب. فلاقي ان الثلاثة غروبسة في سيمتونس. او حاجة ريتينزتو غايم مع باضو. يحصل بلانيجو فيجان او رانيجو. او بزلاتة زيتو جادر. او يحصل مانتس تديبيشن او حاجة زيكدة. او فوتشلال سنسيشن ديفاكت. فوتشلال يبقى ده ابتناك اتروبس او سينتون. بنرجع تاني الكلام. الشخص اللي عنده مترو كورين شخص ازاي. المسألة دهنة جدا. انا ممكن انا واقف على ده ده وانتو معاديين كده. وانتو معادي الورق دي انا متفقق على ايه. فممكن ان انتو معاديين كده وروح بس مخبي كده وروح شايف كده. كل واحد هو ماشي كده وروح مخبي كده وروح شايف كده. حاج اسمها الكبرتست. الكبرتست ده حيبين على طول اذا كان فيه عندك تقابلين اتراف بلا لا. قال ايه اول ما بتغطي بيبقى فيه باينوكولر فيجن ولا يوني اوكولر. يوني اوكولر. فلين يعدل العين ولا ما يعدلهاش. يعدل بتاع ايه. هو بيعدل انتراف باينوكولر فيجن. مفيش باينوكولر فيجن فتقابلين انك رفض بان مباشرة. فاول ما تشيل الغضاء كده العين اللي كانت منحرفة بعيد تيجي جاري. فالنصر. فالعين اللي كانت راحت لفوق تيجي جاري تيجي فالنصر. فالعين اللي كانت داخل الجوه تيجي فالنصر. فالعين اللي نزلت لتحت. على طول. يعني ده ما ياخدش الوقت ودوة ممكن ان كانت تقابله في الامتحان. الشخص نفسه يبقى اخده يبص الاسباح كده. تروح مغطل عندي. تروح شايل كده. حتى عين واحدة كده. عشان المسألة بتاعت الهيتروكوريا مش منفت تبكعين واحدة. والعين التانية لا. بلو في عين واحدة فيه دفاكت. على طول تقلق. ولكن لو كانت دفاكت بسيط. بيعدد العنتين. لازم تعرف الاساس كويس. لو ما عرفتش الاساس اللي هو اللي احنا قلناه. هتبص تلقي نفسك. وفي نفس الوقت لو ما فيهمتوش تبقى منتش فاهم حاجة. فلو كان في عين ما حدش يقولي ان فيه هيتروكوريا يمن ولا شمال. يعني ما حدش يقول ليفت ايزوكوريا او رايت اكسوكوريا. اه اكسوكوريا وان حاجة ده كده ده ما تفعش. تروفيا ممكن. تروفيا اللي هي بتاعت الايه. بتاعت الكونفاكت الممكن يجي في عين واحدة او يبقى او سرنيف. ولكن بالنسبة لليش الكونفاكت مرتبط بان العنتين يكونوا ايه. موجودين مواع بعض عشان العنتين لازم يكونوا كويسيين. وبالتالي ما فيش المسألة بتاعت السفرشن والأمبيديوبيا اللي احنا بتقابدنا في لو حصل حاجة في عين واحدة تقلم في تمام؟ طيب ادوة بيه ايه الليتن سكونتي ادينا التلاتة جروبس او سيمترم سجول واول حاجة عشان نشخص فيها هو السكرين تاسي. فيه طريقة تانية بسيطة جدا. بنجيب ازازة حمرة كده. فيها مجموعة روز كده. الازازة الحمرة ده اللي كان مجموعة روز كده حمرة. بنسميها مادوكس روز. المادوكس روز ده بحقه في الفريم بتاع المادوكس روز ده. المادوكس روز ده. اما ابص لأرض ازازة عادية كده. والدي الفريم بتاعها. المادوكس روز ده لو الروض محكوظ كده. والعلم تانية هي هي حيطة جزازة عادية وده دور احنا بتقلينا على نجيب الشمال. هو بيبقى نقل في مين. لو المادوكس روز محكوظ كده بالعرض كده هو. الخطوط بتاعتي محكوظة بالعرض والعين الشمال محكوظة قدامها ازازة عادية او ما ايش. وهو باسس لللمبة دي. بيشوف اللمبة بالعين اللي يجين خط احمر. وبيشوف اللمبة بالعين الشمال لمبة عادية. الخط الاحمر واللمبة العادية مش ممكن يحصل منها فيوجة. الفيوجة دهازم يحصل بسوطين ايه متماثلتين. اما ما يحصلش فيوجة ما يلقاش في بلغة فيها. اما ما يبقاش يبقى ينخلط فيشان ما يعدلش في الهندين. فتقص تلاقي الشخص النورمال اللي هو زي الاولان اللي عنده الولدين اللي هم كويسين. تقص تلاقي يشوف الخط اللحمر وقص اللمبة بالضبط. كده. يشوف الخط اللحمر اللي عاملها ايه? الازالة دي. قص اللمبة بالضبط. اما الشخص اللي عنده فترو كوريا يعيشو في الخط. يا يمين يشمال. يمين يبقى عنده لتر الريكتس باريسي. يبقى عنده داخل الجوة ولا البرة. يبقى عنده جيزي ولا افسه? يبقى عنده جيزي. يبقى عشان اللي عنده ضعفة في لتر الريكتس هنا ماكيش فتروسي ولا حتى فريسي احنا بنابس بنقول. يعني تبقى داخل الجوة ولا البرة لو شاف الخط الاحمر على اليمين يبقى عنده ايزو فوريا. لو شاف الخط الاحمر على الشمال يبقى عنده ايزو فوريا. لو حاطوا كده اهو قدام العين اليمين. وحاطتها هوروزنطة او برتيكان? هوروزنطة. اما لو حطاها برتيكان كده اهو. قدام العين اليمين والدية كده. فتنص انت لاقي يشوف الخط الاحمر يا فوق اللمبة يا تحت اللمبة. هذه اللمبة ايه? يشوف تحت اللمبة كده يا فوق اللمبة كده. على حسب اذا كان عنده هايفوريا او هايفوريا. صح كده? فيبقى بالشكل ده الماضي بسرعة هيبينني هو حصل ازاي ودوت اختبار بسيط جدا. ويعني اه ممكن ان هو يتعب في الاعادة الخارجية وهو موجود تحت هنا هوت. فهمكن بسيط لكم يخبصين على لما كده هوت. وحاجة يروحة حاطة الفرام ده. وتقدر تشوف هو البيت اليمين اوي ولا شمال اوي. بس اطل بتاع دوت مرة فروزنطة ممرة ايه? فارتكال دوت اللي احنا نسميه مدوكسرون. احنا ممكن نقيس الدرجات. هو الدرجات ايس هزاي? ممكن تحط بريزم. بريزم انتم عارفين منشور. المنشور تحط البريزم بحيث ان الخطر الاحمر ده هيجي في النص كده. او الخطر الاحمر ده بعد ما كان تحت يطلع فوق. او بعد ما كان فوق ينزل تحت في النص بركه. وتشوف كام بريزم ده يقدر هوم لعمل وتقدر تحسب كونتيفة ده حصل ازاي? في جهاز تاني اسمه مادوكسوين. المادوكسوين طرق مستطيلة كده. فيها تدريجين. تدريج بالعرض تدريج برج كده. التدريج اللي بالعرض ببقى كده هو وفيه سهم بشاور على الزير. باعلين واحد فيه تلاتة اربعة ا recuperة ا fort ا human being there. بعدين في تدريج بجهد ايهم وفيه سهم بالعرض كده بشاور على زير واحد ا健康 ا Alternative اللوحة دي اللي عليها التدريج بالعرب وبالطول وعليها سحم بالطول وبالعرب فيه ما بين العين اليمين وما بين العين الشمال يعني حاجز كده الحاجز معمول بحيث انك انت بعينك اليمين تشوف السحم بس وبالعين الشمال تشوف التدريج بس يبقى المكنة دي اوه في هذا البسيط عبارة عن لوحة كده عليها تدريج بالطول وبالعرب زي ما انتو شاكين وعليها سهم بالطول وبالعرب كده هو وفيه فارتيشن يعني حاجز اما اغط العين الشمال كده اشوف السهم بس اغط العين اليمين بس اغط العين اليمين اشوف التدريج بس اما فتح عيني اليمين هشوف السهم واشوف الايه هل ممكن يحصل ما بين السهم وما بين التدريج مش ممكن طالما ما كيش في يوجن يبقى فيه بالنوكولر فيجن ولا ما فيش ما فيش ان ما عندوش بالنوكولر فيجن تبص تبص لقى قابل لقى ان احراف تباني ولا ما تبانش تباني تبص لقى استحمد ده تحرك كده ناحية خمسة او جيه كده ناحية ست او السهم ده طلع كور ناحية ادنين والسهم ده التقدم يدزل فيه تحت ناحية ثلاثة كل واحد مش هتلاقيه بحركة منو شمال انت هتلاقيه عندك يهة خمسة والثانية واحد يهاتنين او زيرو انت بتشوف الفتر وفوري او اللي كان سبج في الافتجاه الهوريزونطن او الوريزونطن او الوريزونطن كانت في الوريزونطن او الوريزونطن بتشوفه كم درجة. فانا وريته ايه لالطلب انبارك والطلبات اللي هم كانو مبنين اللي بكانو يسمعو بعد الامر الذين لديهم درجاتين عند 그런데ه ثلاثة بين علوناً هو ثلاثة وأخرى و troubles 혁opard seven كما أردو 9 درجاتurf والتي عند كما أردو harnehmen فبقاؤة وثلاثة تها ولا أعطيت ما أريد حبيب هنا أ ciao كما كان الان في بحديث نظر على درجاته والتي نسمى المثيلة الت thieves بان صغير ذا اكبر كنا ألو الأحسن الثلاثة. طبعا الأداء المادفس رود ومادفس ايه وينج. المادفس وينج ده هيديلك الدرجات. والمادفس رود ده ممكن تعرف بين الدرجات عن طريق لكن ما دخص نفسه حقق كان في الفوضة اللي هو شغال فيها حاجة زي تانجنت كده زي الصديد كده حقق فيها هنا لمبة ومدرج من كده. بفوق والزعن. فدوت كان بيوقع في العيان على بعد خمس كمتار عشان الفوضة كانت على خمس كمتار وكان بيه بالتانجنت ده مقسمه ده دراجات واحد اتين تلاتة اربعة والشخص نفسي يقول انا شايف الفوضة النحمر على الينين خمس دراجات او شايف الفوضة النحمر على الشمال ثلاث دراجات فيبقى ممكن يسأل ده بالمادفس رود. تمام؟ او ان هو شايف الفوق وشايف لتحت اما يجيب يغير الانتجاح بتاع المادفس يشوفه لفوق او يشوفه لتحت كده حيقول ده على بعد خمس كمتار او على بعد ست كمتار يقول انت تستنج زي لانت تسوينت فور فار ولا فورنير فور فار يبقى مش واحد احسن من الثاني لا انت محتاج الاثنين مادفس رود فور فار ومادفس رود فور ايه فورنير ما هو يقول الواحد يكون عنده نتن سوينت فور فار يكون فورنير هي اس جود او العكس صحيح او عنده الاثنين او الاثنين موجودين بدرجات مختلفة يكون عنده للفعيد اكثر وللفرايب اقل او للفرايب اكثر وللفرايب اقل وكل دوت يعني عكس على التشخيص اللي احنا بنحمله اما تلاقي واحد عنده هيدرو فور فار وان هو مش عارف يعمل كويس الشخص ده ممكن يشتفي من التعب وقت جراية اكتر والشخص التاني ايه ممكن من له ما يقرأ ما يقرأ حاجة اللي عنده هيدرو فور فور فار وفورنير ما فيش فيه عنده مشكلة ممكن ان هو يجي اكبر نار في قصة ايه بقى مصدع من ان عنه الاثنين عاملين اتبنين عاود يعدله في انزال انت لس افضي بانه هوا ما عندوش دفاكت بالنسبة للايه فورنير فاخد بالك ان الاثنين مطلوبين ولكن عموما انا مش حديك ولا ماضي بصورات الامتحان ولا ماضي بسوينج يكن اجيب ايدك ايه كبرتس بيدك وارقة زي يدي زي بعضه ما يدهش توارع اعمل بيدك ايه تغطي عينه كده ورح شايره نحن يباني يعني المسألة يعني ايه سهلة ولا عودة ولا حاجة يعني يبوني كبرتس بيدك احنا بنجيز بيها او بنشخص بيها نعم الساكلة في بوريا تتشخص زي وده سواء كويس الشخص اللي عنده ساكل بوريا ولا يشوف الخط كده ولا فوق ولا داحت يشوف الخط المايد كده او يشوفه مايد كده تمام وممكن ان اجيب البرزبن لي اجيبه مش كده نباياسك صحي كده فيبقى اما يشوف الخط تتاين رفايس مؤكد انه عنده ايه ساكل بوريا تشوف الفريزب اللي هو ممكن يعدك ده تمام وده خاصة خطبار وهي ده اكتر حاجة متعبة الساكل بوريا واكتر حاجة متعبة البرج كالبوريا يكن الايدو والابسو دي حاجة سهلة وهي موجودة عندكم يعني كلكم مكيش يعني اه يعني حاجة بسيطة مكيش فيها مشكلة المشكلة في البرج كالبوريا تمام لجع تاني في تريدك الشخص اللي عنده لماذا سيكونت اعمله ايه؟ لما عندهش سيطة سيطة اعمله ايه؟ واحد نظر بسيطة سيطة وما عنده ده سيكونت بدرجة شهية موجودة عنده معظم الناس اعمله ايه؟ اعمله ايه؟ بعد جده اول حاجة علي ان انا اعملها اقالب فيه يبقى اول حاجة افتكالكوريكشن افتكالكوريكشن بنفس بيها التصحيح بالنظارة. التصحيح بالنظارة لان انا هعمله نظارة. عنده هايفر مكروكي هصلى حاله. عنده ميوكي هصلى حاله. عنده هصلى حاله. عنده استيجماتيزم هصلى. يبقى ده اول خطوة في الطريق الصحيح نحية الحل السليم. تمام؟ احيانا احيانا بحب ان انا اساعده. والمسألة سهلة جدا. الشخص اللي عنده بسبب هو السبب ايه؟ ان الصورة بتيجي خارج الماكلة والبرين عاوز يجيبها على الماكلة. الصورة بتيجي خارج الماكلة والبرين يجيبها على الماكلة. عينه عاوز اتروح بين بره. عاوز اتروح بين بره. عاوز اتروح بين بره. مش كده؟ كده البرين عاوز اتجيبها كده؟ المسألة سهلة. خلي عينه بره. ممكن ان انا اجيب بريزم. بريزم يعني ايه منشور. احطه في النظارة. وتبص ترى ان هي وهي عينه كده. الصورة تيجي على الماكلة. ويبقى البرين مستريح. والعين مستريحة. والشخص نفسه ما يحسش بألم ولا حاجة. ويبقى ان ترى البرهجك ده يخفى تماما. يبقى انا اديته بريزم. هذا البرزم اللي هو يخففه اسمه ريليبينج بريزم. يبقى انا بالنسبة انا بعمل نظارة وممكن ان انا اي اد ايه؟ حاجة اسمها ريليبينج بريزم. ولكن انا لو عملت كده في كل اللي في كل الحالات. ممكن ان الشخص نفسه يتضرر. وحوالك الضرر جاي منه. اما بيبقى واحدة سبت. المسلز بتاعت الابدومن بتاعتها ضعيفة. ممكن انها تاخد كرسي. فدوت يخلي الشكل احسن. ولكن بعد ما شوية بصت رأي. يعني حوزة كرسي مور طايل. فتلاقي المسلز بتاعت الابدومن بقت اضعب ولا احسن. اضعب. لكن انا الشخص ده احنا بن ممكن او الشخص دي ممكن ان احنا ننصحها بانها تعمل بحيس انها تتخلي المسلز بتاعت الابدومن قوية. وما تبقى قوية تبقى ايه? حاجة احسن. ويفى الشكل احسن من جير كرسي ومن جير حاجة. فالشخص اللي عنده وتديه البريزم كده بعد شوية بعد ما يقل على النطرة تبص تلاقي الاسكونت ده بعد ما كان اصبح مانيكس. والضعف اللي في العضلة بقى ايه? زيادة. ها? فيبقى انا ضررته ولا ابدته? لبقى دلوقتي حصل عليه طرق. مش كده عميلي. طب اللي حالي. الحل بسيط يا رتوب. المسألة انت حطيت البريزم كده ام بيخليه مسايح كده. طب حطه كده. لما تحطه كده هتتعبه شوية ده صحيح. ولكن هاي اول ايه? المسألة. لما هي اول مسألة تشيل البريزم بعد كده تبص تلاقي عينة عدد. وخفف. لا تبقى تديله. كنا كويس? طيب. هل كل عيان تديله? ده ممكن يوحيان ذهب. ها? ويبقى ايه حياته بسبب الان كل ربو الهادك اللي عمي. كنا كويس? فايب انت ضررته ولا ابدا. كنا فقدو. كنا كويس? نحن نرجع تاني بالكلام في على برس بقى. ايه القاعدة? قالك الوريزونتال بوريا تديله بسرسائزينجوريزم مؤفر. هوريزونتال يعني ايه? يا ايدو يا ادي. لكن الوريزونتال بوريا ما يقدرش يجيبه الصورة اللي فوق تحت واللي دحت فوق دي حاجة. متعيبة جدا. يعني متعيبة جدا. والشخص نفسه. فالصورة اللي فوق والصورة اللي دحت دي. يا كويس? احسن انك انت تديله. وليها قواعد طبعا. والناس اللي هم كورا الفصل جرازلس احنا بنسألهم في الكلام ده. احنا ازاي نتديله. ازاي. ازاي نتديلة النظارة تبقى هارف هم? ان النظارة فيها او لا او كلام ازا كده. تليجي للنقطة اللي بعد كده. النقطة الاولانية. عن طريق بتاع الجلاسس. او طريق اللي كانت تتخط برزم او لا. النقطة التانية. الشخص اللي عنده. منت الفاتيج او خوفي للفاتيج. او اه جنر الفاتيج. تليجي للنقطة المخويات عمومية. يضعك ستليجي للنقطة. يعني حاجات المخويات عمية عشان مش بس من ايه. اه يعني جسمه بس يتصنح جسمه والمصر بتاعته عموما تتقى كويسة. بدلا ما يتحاسس بالفاتيج عمومي من اقل ايه مركون. صحي كده. فيتقى المخويات العمومية او الميديكال تريد. اتعدال كنابية. ما تعدال شي. نعداله طبعا احنا بنعدل اي حد. مواش محدي. وهي الحكاية. يعني هي بالنسبة لنا يعني الامر هايم جدا. تمام. المصر اللي هي احيائي فقى حوية ايه. احبايها. وهي طريج من دا كده اوبتكال ميديكال ان سberty. او 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 اللي اعجو حذرتك لو انت كدبت مادل او لسيارجورية. وحتى البرين بيعدلها بيعدلها وكل دوت موجود في الورقة مكتوب فيها مكتوب فيها من ناحية التانية المفروض صفحة واحد وصفحة دين يمكن أن تقرأ قبل ما تقرأ أما من خلص كده فإحنا خلصنا الحقيقي اللي هو مكتوب فإننا نقول في المقدمة ممكن أن يكون ممكن أن يكون أبارنت أو أبارنت طيب إزاي يكون أبارنت وكما صفحة حين نقول بحيث وحيد يجب أن نحن عددة من الماكدل عن الماكدل تقولون عن هيئة البيجوار أكسس من الماكدل من الماكدل سيسميه ويسميه ألمن نتكلم على أنه هو نظف بالنظام وما نحن بالنسبة لهئة البيجوار أكسس أفرج باقتلا seئة بتاعته بدا ان هي هنا موجود هنا. انا بقول شفر. عشان الشخص ده يشوف الابجت اللي هو موجود هنا هيعمل ايه? هيلف في عينه كده? يبقى يجيب الكورنيا كده ولا يجيبها كده? يبقى divergent ولا convergent. بحيث انه هو همأخذ object من الماخلة للنوطة ال point والي هو الفيجوال اكسس بتاعه هي مباصس كده. الزوجة دي. كده كويس? هتبقى مختلفة عن الزوجة اللي هي بتاعت الوقت ال اكسس. تفرض ان ده يمسل الوقت ال اكسس. حقيقة ده يمسل مين? الفيجوال اكسس. الزوجة ما دين الوقت ال اكسس والفيجوال اكسس بنسميها ايه? الانجل االفا. الزوجة دي افضل اكبر من الوضع العادي ولا اقالي. هي اكبر من الوضع العادي. اما كبرة الزوجة الفا عن الوضع العادي كانت النتيجة ايه? كانت النتيجة ان الاندي لفت كده ولا لفت كده. يبقى حصل divergent اما زوجة الفا كبرة. نسعوبة في الكلام ده. يبقى ما تكبر دوية الفا يحصل ايه? كده يبقى. تمام? دوت انا هاعتبر ان دوت يمسل الوقت ال اكسس. اللي هو الخط اللي جاي مش من اللي ايه? من المجل الخط جاي من السنتر ناحية ايه? قدام كده. واخد السنتر بتاع كورني والسنتر بتاع ليه والسنتر بتاع ده يمسل الخط ال اكسس. ده حيمسل مين? الفيجوال اكسس. يبقى الزاوية ديته يمسل ايه? عنج الالف. يبقى كانت العندي ما حولت كده هو عشان تجيب الخط ده قدام. يبقى النتيجة ان زاوية الفا دي بقى تكبرت وحصل ايه? ده يبقى. طب ان الشخص اللي عينه يقول لكده. ها? وهو بطس ناحية الوضع. والفجوال اكسس بتاعه سليم. يبقى عنده حول بلا ما عنده ايش. شكرا ولا ايه? عشان احنا بنقول الحول هو ايه? ابنورمال الفيجوال. لو كان الفيجوال اكسس از نورمال. يبقى فيه حول ولا مفيش. مفيش. ايه اللي انا شايفه ده قادي? انا شايف ولكن في حقيقة خطا. بالنسبة للايه? بالنسبة للمأسات انا شايف ايه ده الوقت ايه? منظرا. ولكن ده كوزماتيك وفاسيولوشيكال ديبكت خطيرة. شكرا لو كان الفيجوال اكسيس لو كان الفيجوال اكسيس وما اللي انا شايفه ده ايه بتسميه فونس سكوينت او قبتار انت ايه سكوينت تعالى نضص للنقطة التانية كل التلت مسلسات دول اللي انا رسيقه المسلس اش والمسلس اي والمسلس ام لو قلت ان دي القعدة وده القعدة وده القعدة وان من هنا ده جايد الانجل دي ده اللي بالانفاع وده الارتفاع وده الارتفاع او لو قلت انهم اختلفوا في القعدة واتفقوا في الارتفاع انا شايف ان الزاوية دي اكبر من الزاوية دي اكبر ولا الزاوية دي اكبر الزاوية بتاعت ايه اكبر ولا ايه ولا ام ايه اكبر من ايه ايه اكبر من ايه وايه اكبر من ايه هالحد فيكو يختلف على ان الزاوية دي اكبر من ايه حتى مش موافق او مش مختلف. طبعا. افر بتاع العين الاي والسانتر بتاع Brett B والسانتر بتاع gins والاترين للعمل. ويني ما اسد نفسك تلا Azad god ده، ده مثل ايه؟ أنجل Alfa. انجل Alfa هي الزاوية اللي ما بينe Vizual Access و ايه? kannst. فديدت ما هي الزاوية بتاع shields Alpha. اللي. طب ده العين بصياره الانجل بتعته كبير. والعين الطويلة الامجل بتعته ايه؟ صوير. العين بصيارة بتبقي Hyper Meteorologist. والعين المتواصلتة بتبقي lange مترافق. والعين الطويلة بتتعين ايه? مياضة. يبقى بالشكلة العين المياض فيها ايه? الانجل بتاعتها ايه? صغيرة. الانجل الفا فيها ايه? صغيرة. والعين الايفا المتروب? الانجل فيها كيف? الله. لانا قلت عندما تكبر زاوية الفا. بيحصل ده برد. وما تزرق زاوية الفا يحصل ايه? وعندما تكبر زاوية الفا وهي كيف يحصل ده برد. اجمع الانجل على بعض واقول ان الهايفا المتروب اما ابصره كده يمكن يلاقي انه اكناها مكتوحة البر كده. لكن هو في الحقيقة فاصلصة. وانا عندي ايه واحد تمرجي اسمه عبلي. اما تبصره كده تبصت راقه كده يعني زا ايه من غزار كده. تبصت راقه ايه? عين اكناها ده برد. اما تيجي تقيسه بقى بالايه? متوش وتشوف الفيجوال اكسيس بتوله. تلاقي الفيجوال اكسيس بتوعه نورمل. يبقى عنده حول ولا ما عندهوش? ما عندهوش. عشان هو عنده ايفا المتروبيا والانجل الفا بتاعته ايه? تبير. تمام? وفيه عنده بتاع العمارة. عنده دي بخليها عينيه كده هو هو بص تده اكنا عينيه جنبه بعض. اه? انا? اكنا عينيه كونفرشن. اما اجي لقى ايه سؤالة? الاقي ايه? انا. ولاقي الفيجوال اكسيس بتوعه نورمل. ينزل تحت العم لويس. ان هو التنسي. بتاع الامصان. كده كويس? تبصت ايه يقوله ان كانت عندك حاول. يطلع فوق اقوله ما عندكش. ينزل تحت يقوله ان كانت عندك ايه حاول. لو عنده قانه نوع من الحاول. عشان هو هاي ميوك. انه هو من اسوان. هاي ميوك. ينزل تحت يقوله عنه. يطلع فوق اقوله لا. انا الصح. طبعا انا الصح. انا يقوله ما عندكش يعني ما عندكش. عشان انا بنشوف ايه اجسي. صح كده? فيبقى الافرنس كونت سابقه ايه? ابنورماليتي فيه انجل ايه? احيانا بتبقى انجل الفا نورمال والشخص نفسه عنده افرنس كونت. وده المسألة تبقى سببها اخبطة في المناتوم. مش تفصل. لسه انا شايف طفل من يمت كما كم يوم كده? عنده هنا هوا. اه? عينه عاملة كده. عنده ابي كانسل. فعينه تبص تليقى عينه. السواد بتاعها داخل تحت ايه? الشفر بتاعت ابي كانسل تحت ما نحيره كده. فتبص تلاقي البيض بس هو اللي ايه? باين من نحيا دي ومن نحيا دي بقى ايه. لكن عنده ايه? لكن اما تيجي تقصده البيجول حكسيس تلاقي البيجول حكسيس بتقوى نورمال. ولذلك انت لو هتتكلم على الافرنس كونت او الفرسوس كونت وهو مش عليه. ممكن تقولي ان الاحباطة ممكن تقول في الاناتومة. زي ابي كامس. وممكن لحباطة في التسيارج. زي الانجل الفا. لو الانجل الفا كبري. تعمل ايه? و لو صغل تعمل ايه? و الىيك الدليل والاسباد. تمام? طبق يا دكتور. احنا كده مرة تقول لنا ان تعمل وتعمل 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 انا اقول لك المسألة. الشخص اللي يتولد اول ما يتولد يبع عنده هيفرمتروفيا. لو كانت هيفرمتروفيا مقدورة عليها. والبرين قدر يعدلها. فبيبقى فيه قابلين ان احراف البرين يعدلها انزا انترستبدا و الشخص دا ضل عنده قابلين انحراف الداخل. اللي هي ايه? قابلين انحراف الداخل اللي هو لاتنس كونت. اما لو كانت هيفرمتروفيا كبيرة جدا. و البرين ما يقدرش يعدل يعنتين انزا انترستبا ينخلق بجن. هيضطر ان يركز بعين والعين التانية اللي تغمى لي. ويحصل فيها المانفستيشنز بتاعت ايه? اللي اني عليها. الحالة دي العين تبقى كنبرشانت ولا ديجاج انت تبقى كنبرش. وهي هاسترو كنبرش. اما ما لو كانش عنده حاجة خالص على الاطلاق. وعنده هيفرمتروفيا. وعينه مزبوطة في الواقع السليم كل حاجة انت ما تبصله كده. يتهيألك ان عنده ديجاجنز. ولكن اما تيجي تلاقي ان هو نورمال. يبقى ان متهيألك كده ان عنده ديجاجنز سبب انجل ايه? الفا. يبقى ان عنده ديجاجنز. يهاز نورسكوينت. يهاز افيرنز ديجاجنز. ولكن يهاز نورسكوينت. الاسكوينت هو ابنورمال في جوال اكسيس. لو كان عنده نورمال في جوال اكسيس. ما تبصله يتهيألك ان عنده ديجاجنز. لكن لو جالسكوينت يجيله ايه؟ يجيله كومبرجنز كوينت. لو مجالوش يتهيألك ان عنده ايه؟ هل يتعارب؟ اكس. لو كان نورمال يتهيألك انه ديجاجنز. لو كان ابنورمال ضروري يحصل له ايه؟ كومبرجنز كوينت. هل يتعارب؟ لو كان نورمال وفيسيولوجيكال انت يتهيألك كيف؟ كم؟ هو هو وانت مبتقسو تريد فسيولوجيكال اما يتهيألك النعينه وكأنها ديجاجنز. عشان في زاوية عملها ربنا ما بين الابتك اكسس وما بين البيجوال اكسس. تصور بقى لو كان الابتك اكسس على البيجوال اكسس ما كانتش حصلت ايه؟ هذا الابيرنز اطول. شكدة ولا ايه؟ ولكن ربنا عملت لها عشان حاجات كثيرة جدا. حاجات كثيرة جدا. فحنا ايه؟ حكاية ان الماكدة شوية على تنبراصايت دي نعمة من عند ربنا وليها تأثيرات ويسى جدا على البيجوال اكيوتي بصورة غير عديدة. بصورة على النظر وبصورة كمان على المنظر تماما. فهو دوت يعني تبارك القلق يعني الحقيقة يعني النظام دقيق في كل حاجة. فاحنا بلقي ننجح تاني الكلام ده. اما واحد يكون ميوب يجيبه ديجاجن سكوينت. اما لو ما كانوش ديجاجن سكوينت. اما لو ما كانوش ديجاجن سكوينت. ممكن يكون الميوبية بسيطة والبريم بيعدينها عند انترس البينوكور الفيجا. يجيله قادرين الحراح للخارج. اما لو ما كانش فيه ده ولا ده. وعنده ميوبية بسيطة. وما تبص تبص له تلاقي ان هو ايه؟ او ميوبية كبيرة. اما تبص له والبريم معدول. والعينتين معدولين. وكل حاجة كويسة. اتقال لك ان عنده ايه؟ كنفرجنس ولكن في الحقيقة هو عينه ايه؟ الفيجوال اكسيس بتوعه استرين. وهو كنفرجنس ده جاية من ان الانجل الفا صغرت. او ا احيانا تبقى بالنجل الفا صغرت. ويعني تبقى يعني تبقى يعني تبدينا هذا المرض. اما من خلص سلم احنا خلصنا. ماليفس وليسن. وسواء كان ماليفس أو ليسن. سواء كان true أو false. صح كده؟ فيه اي سؤال تاني؟ اه دي ليه كونتو. انجل كامبا وانجل جاما وانجل الفا. انا بقيس لي ده كلام يعني لقص جرادس احنا بنوضيهم لهم بعدين. انت اذا ما تحفظ ان اكتزم على الوقت اللي كونتو؟ بيتحفظ بالنظار. ايو ما تحفظ ان اكتزم على الوقت اللي كونتو؟ على حسب اللي انا عاوزه. انت عاوزها او الاكسرسايزنج. فيه قاعدة بتقول. طبعا الكلام ده يا ايت طبعا مهداني موسيقى